بعد نجاحها في إقناع السعودية بفكرة المفاوضات مع ميليشيا الحوثي تسعى واشنطن إلى تمرير تسوية جديدة في اليمن وفق مصادر دبلوماسية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودا بالتعاون مع سلطنة عمان وبدعم من الكويت لصياغة وثيقة سلام نشرت صحيفة القبس الكويتية بعض بنودها تتضمن الوثيقة هدنة طويلة لوقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ سلام لمدة ستة أشهر وإعادة هيكلة الجيش ووقف الحوثيين هجماتهم الصاروخية وقطع اتصالهم بإيران ونزع سلاحهم فضلا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الحوثيون بنسبة 25% وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية لا تخرج التسوية الأمريكية المقترحة عن كونها توليفة من وثائق سلام سابقة فوقف إطلاق النار تحت رعاية أممية مأخوذ من اتفاق السويد بينما نزع سلاح الحوثي موجود في المرقعيات الثلاث الدولية في الوقت الذي تشبه التدابير السياسية بنود خطة كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق تبدو التسوية الجديدة كخطة عمل أمريكية للعام القادم 2020 ومع أنها في سياقها العام تؤكد على وحدة اليمن والتقاء الجميع ضمن دولة واحدة وهو ما يشير إلى رفض واشنطن لفكرة انفصال اليمن وتقسيمه إلا أن هذه التسوية التي لم ترى النور بعد تفصح بنظر محللين عن مشروع ليمن ضعيف تحت الوصاية السعودية برعاية أمريكية ومع ذلك فإن هذه التسوية المحتملة بنظر مراقبين كمثيلاتها بدون ضمانات حقيقية ستعمل على ترحيل الأزمات اليمنية لا حلها وما اتفاق الرياضي عنا ببعيد ترجمة نانسي قنقر